امرأة في تعز تعمل لبناء بديل عن منزلها الذي احتله الحثيون في تقرير لصحيفة الشرق الأوسط السماح بالانفصال يخلق فوضى لا نهاية لها ومن أخبارنا المنوعة رئيس حكومة أوروبية ينوي تعطيل برلمان بلاده خمسة أسابيع تصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ على الإطلاق في العالم حيث تعصف المجعب بأكثر من ثلثي سكان البلاد جراء الحرب المستمرة منذ اجتياح الحوتين العاصمة صنعاء وقد نشر المصدر أونلاين تقرير جمع المآسي كلها وعنوان تنصل المانحين وفساد المنظمات وانقلاب عدن وتدهور العملة إلى أين تمضي الأزمة الإنسانية في اليمن وعن الأحداث الأخيرة في عدن قالت تقرير أنها تنذر بتصاعد الأزمة الإنسانية وتزايد أعداد الجوعة والمهجرين وهذا ليس رأي الموقع بل هو في الأساس توقعات الأمم المتحدة وقد جاءت على لسان مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق لغاثة في حالات الطوارئ أورسولا مولر والتي قالت أن التطورات الأخيرة في عدن تتسبب في تدهور العملة اليمنية وانهيارها واضافت في كلمة لها خلال جلسة بشأن اليمن في مجلس الأمن أن سعر الصرف حاليا هو 600 ريال يمني للدولار الواحد متوقعة انهيار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة مستندة إلى توقعات صندوق النقد الدولي وهناك أيضا تصاعد الفساد داخل المنظمات الأممية وقد أقرت الأمم المتحدة مؤخرا بحادثة فساد مالي وإداري في مكتب منظمات الصحة العالمية في اليمن رصد تقرير حقوق جديد 258 انتهاكا ارتكبته ميليشيا الحوثي خلال الأسبوع الماضي هذه الانتهاكات تنوعت بين القتل والتعذيب وقصف منازل المدنيين وزراعة الغام والإخفاء القصري ويعنون موقع بلقيس حرب الحوثيين على المدنيين مستمرة وقال الموقع أن التقرير الصادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات سجل حالات قتل وقصف لمناطق مأهولة بالسكان إلى جانب رصد حالات اختطافات واعتقالات وإخفاء وتهجير قصري جميعها ارتكبتها ميليشيا الحوثي كما سجلت تقرير حالات مداهمة وتفتيش لمنازل المواطنين وكذا تحويل المساجد إلى أماكن للتعبئة والتحريض المذهبي وقال التقرير أن فريق الرصد الميداني التابع للشبكة سجل أحد عشر حالة قتل نفذتها ميليشيا الحوثي منها خمس حالات قتل وحالتان منهما في منطقة النشمة جنوب تعز وثلاث حالات في مديرية التحيطة بالحديدة وسجل التقرير ثلاث حالات قتل متعمد نتيجة أعمال القنص وحالتين جراء انفجار الغام زرعتها الميليشيا في الطرق العامة إضافة إلى حالة قتل للطفلة ريماس عبد السلام نعمان القادري ومرها ست سنوات في مديرية جبلة عزلة الشراع في محافظة إب فيما شهود من أبناء المنطقة يتهمون ميليشيات الحوثي بالوقوف خلف الجريمة وشار التقرير إلى أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تكثف من قصفها المدفع على المناطق والأحياة السكنية وتتعمد قصف المدنين بهدف ترحيلهم من مناطقهم خصوصا في محافظة تعز والحديدة والضالة فرض الانفصال بالقوة تحت هذا العنوان كتب السفير اليمني لدى الأردن علي العمراني مقاله الذي تنشره بالقيس مضيفا في فقرات من المقال لا يصح فرض الانفصال بالقوة ولا يصح فرض الوحدة بالقوة ابتداء لكن الحفاظ على وحدة أي بلد موحد مثل اليمن أمر مشروع بكل الوسائل ويؤكد عليه العرف والقانون الدولي ودساتير وقوانين الدول وحدة اليمن مثل وحدة الولايات المتحدة الأمريكية تكونت في بدايتها طوعا لكنه لزم أمريكا في عهد أعظم رؤسائها لينكولين حربا أهلية طاحنة للحفاظ عليها عندما أعلن الجنوب الانفصال وحدة الدول دائما ما تكون خطا أحمر وما تزال الصين تطالب بتيوان ولم تسمح بانفصال التيبت وهي قومية أخرى اندلعت حرب عام 1994 في اليمن بسبب النزاع على السلطة في الأصل بين فصيل علي سالم البيض في الحزب الاشتراكي وتحالف علي عبدالله صالح وقلت دائما إن البيض لو كان محل صالح رئيسا لما لجأ إلى الانفصال أبدا وكان يمكن أن يفعلها صالح المتشبث بالسلطة لو كان محل البيض يعاني قدرا من التهميش في الجنوب كانت السلطنات والمشيخات تفوق العشرين وبطبيعة النزعة القبلية لا يرضى أحدهم أن يخضع للآخر بين عام 1967 وحتى عام 1990 لم يشهد الجنوب نزاعات أو حركات انفصالية داخلية حيث كانت قبضة الدولة حديدية وكان الحجد والتعبئة تتم في اتجاه وحدة اليمن وفي الحقيقة فإن النزعة الاستقلالية في مناطق الجنوب يمكن أن تكون أكثر إذا ما أخذ بعين الاعتبار تاريخ السلطنات الطويل في الجنوب وخاصة حضر موت ولا تعد حضر موت جنوبا في الحقيقة فهي شرق اليمن وحضر موت وشبوة أقرب إلى محافظة البيضاء من يافع وضالع الحبيبتين ومنذ الأزل إلى عام 1967 لا حواجز ولا موانع بين اليمن شماله وجنوبه عد الفترة من عام 1967 حتى عام 1990 والحقيقة فإنما ينشده الناس في أعماقهم وقرارة أنفسهم هو العدل والمواطنة المتساوية أما الانفصال فهو شأن بعض السياسيين الطامحين أو الطامعين وقد تلتقي مصالح الخارج أو حساباته في تقسيم اليمن منذ سيطرت ميليشيا المجلس الانتقالي على مدينة عدن تشهد المدينة تدهورا ملحوظا في مختلف الجوانب ووفقا للصحوة نت عدن الملغومة اغتيال جندي برصاص مجهولين وإصابة أسرة كاملة بانفجار عبوة ناسفة مصادر محلية قالت للصحوة نت أن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار على أحمد الوليدي قرب جولة الخزان في منطقة عبد القوي بمديرية الشيخ عثمان أضافت المصادر أن الوليدي توفي على الفور في حيل هذا المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة في سياق متصل انفجرت عبوة ناسفة في أحد الشوارع الرئيسية لمديرية الشيخ عثمان وتسببت بإصابة أسرة مكونة من نساء وأطفال ورجال كانوا على متن باص في الشارع الرئيسي المؤدي إلى ملعب 22 مايو وبوترت ساق امرأة لم تجد هنا الشرجة بما توسي به نفسها خلال نزوحها سوى جمع القطع التراثية الزاخرة بالقيام الشعبية والتاريخ الجميل تحمل الشرجة بالمهتمة بجمع دوات الزينة والملبوسات الشعبية إرادتها الصلبة لإحياء التراث اليمني والحفاظ عليه مع كل قطعة تجلبها من مختلف أرياف ومناطق محافظات تعز ويعنون موقع المشاهد نت نساء تعز يسغن معاني الحياة بحرفهن اليدوية قالت تهناء أشتري القطع من نساء كبيرات في السن وأسر عريقة ومن ثم أعيد إصلاحها وتشكيلها ليست كل القطع أصلية ولكنها تفي بالغرض وتشارك هناء شرجبي بمجموعتها تراثية البسيطة في المعرض تسويقية ثاني للمرأة المنتجة في تعز ما يشد الانتباه هما الصورتان المعلقتان على جدران المساحة البسيطة المخصصة لهناء داخل المعرض صورة رمادية لبيتها المسلوب من قبل جماعة الحوثي وأخرى تصف الجانب المشرق لحياتها وهو مشروعها الخاص ببيع ما تصنعه من أزيات تراثية أو مختلطة اتخذت شرجبي من شغفها بالتراث مصدرا للرزق ووسيلة تقارئ بها قصاوة الحرب بما تبتكره من تصامم فريدة تجمع بين التراث والجديد على أمل عادة تقديم الماضي وإدراجه في قوالب تناسب مختلف الأذواق يا أهل اليمن الفأر في السد تحت هذا العنوان كتب السعودي هاني الظاهري مقاله المنشور في صحيفة المرصد مضيفا في جزء من المقال مؤسف ما يحدث في اليمن من فرقة وصراع بين الشركاء بشكل يصب في صالح عدوهم الأول الحوثي مؤسف لأن هذا الوقت الحرج من تاريخ اليمن لا يصلح لأن يكون وقتا للانشغال باقتسام الغنائم فالعدو متربس بالجميع وكل المكتسبات التي يراها المتصارعون اليوم مكتسبات وهمية لا قيمة لها ويمكن أن تنتزع من أيديهم في أي لحظة نشوة بوهم التحرير والاستقلال وما إلى ذلك مما يمكن تأجيله لحين القضاء على العدو تقول الأسطورة العربية القديمة أن فأرا واحدا هدم سد مأرب وتسبب في خراب أراضي اليمن وهجرة العرب الكبرى إلى أسقاع الأرض ولا أحد يعلم بماذا انشغل أهل ذلك الزمانة عن صيانة السد وطرد الفئران ليحل بهم هذا المصير لكن المرجح أنهم انشغلوا بالتصارع فيما بينهم والركض وراء المكتسبات السريعة ونسوا أن مصيرهم مرتبط بسلامة أراضيهم أولا وأن الفئر الذي تركوه يحفر السد جلب الدمار لكل اليمنيين لا تفرض وحدة الدول بالقوة ولا الانفصال أيضا وإذا كان من الطبيعي أن تحافظ الدولة على تمسكها السياسي وعلى وحدة أراضيها فإنما هو ضروري أن تعرف هذه الدولة أو من يمسكون شؤونها كيف تدار وأن يتجنبوا دفع بعض الأجزاء إلى حلم الطلاق هذا مفتتح تقرير نشرته الشرق الأوسط تحت عنوان صعوبات الانفصال القانوني أو الفعلي في جنوب اليمن تقول الشرق الأوسط يعود اليوم وهو وهم الانفصال يدغدق أحلام بعض أهل الجنوب ضعف السلطة المركزية وإمعان الحوثين في تفكيك وحدة الدولة واستقلال قرارها السيادي يساعدان على ذلك ونقلت الصحيفة عن محلل سياسي قوله أنه لا خيار أمام اليمن سوى الدولة الاتحادية ودعوات الانفصال هي نتيجة ضعف السلطة المركزية وسيطرة الحوثين على صنعاء فيما يرى الدكتور خالد بامدهف رئيس الدائرة السياسية في المجلس الانتقالي أن إقصال جنوبينا عن الشراكة السياسية هو وراء الأزمة الحالية ويران المجلس الانتقالي امتداد طبيعي لما يسميها بالمقاومة الجنوبية تفيد شرق الأوسط يقوم النظام الدولي على مبدأ سيادة الدول ووحدة أراضيها وفقا لهذا المبدأ يمنع القانون الدولي الانفصال من جانب واحد لأن السمح بانفصال كهذا سيفكك معظم دول العالم ويخلق فوضى لا نهاية لها المدفع والمطبع تحت هذا العنوان كتب ممدوح الزام مقاله المنشور في العرب الجديد ثم تاما يمنح الفضل للمطبعة التي أحضرها نابليون بونابرت إلى مصر برفقة حملته نهاية القرن الثامن عشر لك آلة قدمت الفرصة للعرب كي ينشر مؤلفاتهم على نطاق واسع وحسب بل كمجاز للعلم والمعرفة والأفكار والتقنيات التي سوف تكون هي نفسها أداته الفريدة في الانتشار على نطاق جماهيري واسع هذا هو رأي المناصرين للفكرة التي تقول إن الاستعمار لم يكن شرا خالصا وإن المستعمرين ليسوا مسؤولين بالكامل عن انتكاس النهضة وخاصة حين يتمكن أنصار التنوير من وضع فولتير الذي تدمز له المطبعة في مواجهة نابليون بونابرت رمزا للمدفع أي فكر التنوير الذي تسرب إلى المنطقة العربية بواسطة الجيوش أو رغم أن فيها ولكن بعض هذه المواقف والمقولات تعزل الأفكار عن السياق الاجتماعي أو قد لا تقدر هذه العلاقة ولا ترى أثرها الفاعل أو غير الفاعل ضمن تلك العلاقة وقد تحول بعضها إلى انقسامات وخلافات غير قابلة للتفاوض بين المؤيدين أو الرافضين من بين المفكرين العرب فقنابل المدافع التي اقتحمت الجغرافية العربية لوت عنق التاريخ العربي بحسب كثير من المؤرخين الذين يرون أن الحملات الأوروبية قطعت التطور الطبيعي العربي بحسب قوانين التاريخ وأدخلت عناصر جديدة على كيانه أدت في رأيهم لتدميره على الرغم من مرور أكثر من قرن ونصف على اقتحام المستعمرين للبلاد العربية فإننا لم نخرج من حفبة الاستعمار قط وقد تغيرت الصورة القديمة أيضا اليوم إذ لم يعد البونابرتيون المعاصرون يحضرون المطبعة برفقة المدافع وما عادوا يعبؤون بما إذا كنا سنأخذ تقنياتهم وعلومهم ولا تبدو الدولتان الأعظم في العالم اليوم أمريكا وروسيا معنيتين بمسائل الحداثة أو العصرنة أو الأخلاق التي رافقت بناء النهضة في العالم الحديث بل بمصالحهما وحدها وقد استعاد المدفع وحده منطقة تدخل وروح الاستعمار ودمرت جميع القوى الاجتماعية المحلية التي كان من المحتمل أن تكون حاملة النهضة والتقدم لهذا سوف يبدو ذلك الحوار القديم عن دور المطبعة عقيما حين تحرق نيران المدافع جميع أوراق النقاش في هذا الموضوع من الغارديان البريطانية نكشف أو نطالع ما كشفه الصحفيين البريطانيين توبي هلم وهيدر ستورت بعنوان بوريس جونسون يطلب مشهورة قانونية بشأن تعطيل البرلمان لمدة خمسة أسابيع تمهيدا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تقول غارديان نوى وفقا لمراسلات حكومية مسربة فإن رئيس الوزراء البريطاني سأل المدعي العام عن إمكانية تعطيل البرلمان لمدة خمسة أسابيع اعتبارا من التاسع من سبتمبر تهدف هذه الخطة إلى منع احتمالية أن يفرض النواب تمديد من أجل التفاوض حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الاستشارات القانونية الأولية أفادت بأن تعطيل البرلمان قد يكون ممكن ما لم ينجح المناهضون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في منع مثل هذه الخطوة عن طريق المحكمة ويشير التقرير الذي ترجمه موقع البي بي سي إلى أن هذه الخطوة أثارت ردود فعل غاضبة من جانب حزب العمال والمؤيدين لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي من حزب المحافظين إذ يرون أن تعطيل البرلمان أمر كارتي وفيه إهانة للديمقراطية وهو أمر غير مسؤول وغير مقبول تزود الغابات المطيرة في منطقة الأمازون جميع أنحاء أمريكا الجنوبية بالأنهار الطائرة وتساهم في استقرار مناخ العالم كما أن بها أكبر تنوع بيولوجي في العالم اختفاء جارها بفعل القطع والحرائق له تبعات خطيرة ويعنون الموقع الألماني الدي دابليو لهذه الأسباب غابات الأمازون مهمة جدا للعالم كله يقول الموقع أن غابات الأمازون المطيرة تنتج كمية هائلة من المياه ليس فقط للبرازيل وإنما لأمريكا الجنوبية بأكملها وما تسمى بالأنهار الطائرة تنقل الرطوبة إلى مناطق واسعة في أنحاء البرازيل إنها عبارة عن كتة الهواء مشبعة ببخار الماء تنشأ نتيجة للتبخر سواء من عالم النباتات والحيوانات أو من المسطحات المائية والأسطح الأرضية وعفقا لأبحاث معهد الأبحاث الحكومي ANPA يمكن لشجرة يبلغ قطرها عشرة أمتار توفير أكثر من 300 لتر من المياه يوميا في صورة بخار تطلقه في الغلاف الجوي وهو أكثر من ضعف ما يستهلكه أحد البرازيليين يوميا إن عملية إزالة أشجار ونباتات الغابات المطيرة يلحق الضرر بالتبخر ونطاق تأثير الأنهار الطائرة كمان لذلك أيضا تأثير على هطول الأمطار في العديد من بلدان أمريكا الجنوبية بالإضافة إلى ذلك توفر غابات الأمازون وتوفر الغابات ما يقرب من خمس المياه العذبة التي تصب في المحيطات عندما يختلف السعوديون والإماراتيون تحت هذا العنوان كتب ديفيد هيرست مقاله في ميدل إستاي والذي ترجمه موقع عربي 21 تتناثر في طريق الإمارات نحو الأسواق المحدودة مصائد الفيالة التي نصبت لجيرانهم في المملكة العربية السعودية وأول هذه المصائد تقع في الحديقة الخلفية للرياض في اليمن لم يعد تم تشك في تبين الاستراتيجيات الإماراتية والسعودية لتعامل مع بلد ساهمت الدولتان في تدميره من خلال تدخلهم فيه ضد الحثيين كلاهما يدربان ويمولان الميليشيات المحلية إلا أن السعوديين يرغبون في توجيه الجهد نحو الشمال الذي تنطلق منه كل الهجمات على القواعد الجوية وعلى المطارات والمرافق النفطية داخل السعودية أما الإماراتيون فلديهم استراتيجية أخرى وخاصة بعد إخفاقهم في إعادة إحياء النظام البائد للدكتاتور اليمنية السابق علي عبدالله صالح من خلال تنصيب ابنه زعيما للبلاد في خضم إعادة انتشار واسع النطاق لقواتها تقوم الإمارات العربية المتحدة بكل وضوح بدعم الانفصاليين الجنوبيين فهل يخدم ذلك مصالح الرياض التي بات شغلها الشاغل السعي لحماية مطاراتها وقواعدها العسكرية من الطائرات السيارة والصواريخ التي يطلقها الحثيون لضرب أهداف في العمق من المملكة؟ لثقة التي يبديها الإماراتيون في انتهاج استراتيجيات تشد بشكل مكشوف عن تلك التي تتبنىها الرياض لهو ظاهرة جديدة نسبيا في العلاقة بين هاتين الدولتين في شبه جزيرة العرب الأحداث كما وثقها مصورو الجاردية البريطانية من مختلف أنحاء العالم وتتعدد الصور بين السياسة وحوادث الطبيعة نتابعها في جولتنا المصورة اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من خلال رسوم تضاهي أخبار وصور عدة في جولتنا اليوم نعرض عليكم مجموعة من هذه الرسوم بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكركاتير وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من كوشك الصحافة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر